ايه بقى الاخطاء الشائعة التحفة اللي احنا بنسمعها من معجون سنان وا 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 السلام عليكم تلف في انسجة الجسم نتيجة الحرق هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن اسباب الحرق انواع الحروق ودرجاته اعمل ايه بمجرد ما يحصل لحرق والاسعافات الاولية اللي اقدر اعملها سواء الحرق من الدرجة الكبيرة او من الدرجة البسيطة اللي اقدر اتعامل معها ايه الاخطاء الشائعة اللي مشهورة جدا عن الحرق وناس كتير بتعملها ولكن مشاكلها جبيرة معك دكتور احمد الشامي دكتور علاق طبيعي ولو انت اقول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك ايوا وقف الفيديو وقف فاعملك علامة الوقف دلوقتي تكون نزلت عملت لايك بعدها شوف الانترو وتعالي اتكلم بقى كل حاجة عن الحرق مبدئيا للحرق اسباب او مسببات الحرق مثلا ممكن تكون نار قهربة مواد كيميائية زي مية النار مثلا او مية سخنة مش مية النار مية سخنة وبخار الماء ذات نفسه الساخن ممكن يسبب لحرق الناس اللي بتمسك بترفع الحلة مثلا او غطل حلة الكاتل بتفتحه مرة واحدة بخار الماء ده ممكن يسبب لحرق بشكل كبير او الشمس ايوا الشمس بتحرق طيب انت بتوجه للدكتور وللرعاية الطبية لو الحرق كبير جدا وشمل اليدين والقدمين والاصابع والوجه والاعضاء التناسلية بالاضافة انه لو قريب من مفصل او على مفصل فمثلا لو مفصل الركبة الكتف الفخذ المناطق دي برضو لازم تتوجه للرعاية او لواخد جزء كبير يعني لواخد الدراع كله لواخد منطقة الصدر وراها اللنجة وراها الرئة فانت لازم تاخد بالك او لو العمر اقل من خمس سنين واكتر من سبعين سنة او لو في عدوى نتيجة الحرق ودي هعرفها ازاي هنلاقي الجلد بقى شديد اللي حمرار وبدأ يتكون لي قيح او صديد على مكان الحرق ساعتها بتتوجه للرعاية لان في عدوى لان في مشكلة كل اللي فده ممكن يعمل لي اعاقة بشكل دائم ممكن اللي اقدر الله يوصلني للموت فلازم اول ما تشوف حاجة من الحاجات الكبيرة دي او من الحاجات اللي انا قلتها دي تتوجه للرعاية الطبية فورا درجات الحرق درجات الحرق اربع درجات كل درجة هي نوع وهنقول بتخف في قد ايه وايه الحاجات اللي اعملها معاها النوع الاول وهو حرق من الدرجة الاولى وده اللي بيكون مثلا في الشمس فلو انت طلع مصيف واعدتلك يومين تلاتة في الشمس قدت في مكان فيه شمس بشكل دائم عليك فبتلاقي الجلد بدأ يتحول للون الاحمر تضغط عليه يبدأ ياخد اللون الابيض وبيخف من ثلاثة لستة ايام وبركز ان ما بيكونش فيه فقاعات او بثور احيانا بتحس ان الجلد ذات نفسه مبقش بش كده او طالع منه فقاعات ده الصورة الوحيدة اللي هاجبها لك في الدرجات لان الصور مش لطيفة لبعض الناس فانا هكتفي بشكل الفقاعات مش موجودة في النوع الاول النوع التاني او الحرق من الدرجة التانية بيكون من الشمس برضه ولكنه بيختفي من سبعة لواحد وعشرين يوم وبيكون موجود فيه الفقاعات دي طبعا لازم الفقاعات دي ما تفرقعهاش لانه بتسبب لي عدوة بعد كده دي تاني نوع تالت نوع او الحرق من الدرجة التالتة وده بيقعد اكتر من واحد وعشرين يوم ولما بيخف بيبدأ يكون لي ندوب او سكارتشو او الجرح لما يحصل في جرح ويخف او يلتقم بيبدأ يظهر لي ندبة كده في الدراعة هو بيكون بنفس الشكل ده ده الحرق من الدرجة التالتة الحرق بقى من الدرجة الرابعة ده بياخد كل حاجة بيوصل حتى للاعصاب فبالتاني ما بتحسش فيه بألم حرق درجة رابعة ومفيش ألم اه لان الاعصاب المسؤولة عن الاحساس وصلها ان هي حصلها دمج وتلف بالتالي انت مش حاسس بحاجة اصلا والنوع الرابع بيكون محتاج تدخل جراحي لانه مش هيخف الوحده طبعا ان ما جبتش صور للمناظر لان شكلها مش هيكون لطيف طيب اعمل ايه بقى مع الحروق الكبيرة والحروق الصغيرة اولا لو في حرق من اللي مشاكله كبيرة لقدر الله بدأ بقى يمسك مفاصل بدأ يكون درجة تالتة ولا رابعة مثلا موضوع كبير ساعتها اولا بتطلب الرعاية الطبية بتكلم الاسعاف علشان يجي لك والحد ما الاسعاف يجي لك هتبدأ تاخد كذا خطوة اولا هتفصل الشخص ده عن مصدر الحريق فلو هو من مصدر قهرابي هتفصله عن مصدر القهرباء لو هو في نار هتفصله عن مصدر النار مع العلم انك لازم 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 تحافظ على نفسك هتفصله من مصدر القهرباء تاخد بالك من نفسك لانه مش هيكون هو مصاب وانت كمان تتصاب ركز اوي انك تحافظ على نفسك برضو بالاضافة انه لو لابس مجوهرات لابس حزام هتخلع الحاجات دي عنه هتخلع الحزام هتخلع المجوهرات من ايديه علشان ما تسبب ليش مشاكل بعد كده ولازم تاخد بالك ان الشخص المصاب ده بيتنفس بشكل كويس مجرى التنفس موجود طيب لو احيانا مجرى التنفس بيتقفل نتيجة الغبار او نتيجة الحرق ذات نفسه وبيعمل لي مشاكل في التنفس تعمل له تنفس صناعي لو انت دكتور او لو انت دارس سعفات اولية طيب لو انت لا دا ولا دا بتشوف حد متخصص بسرع يعمل الموضوع ده دي حاجات لازم تاخد بالك منها بالاضافة انك بترفع مكان الحرق الى قدر الله فوق مستوى القلب طيب لو الحرق فى الى ايد مثلا بترفعها فوق مستوى الالب لو فى الرجل لقدر الله طبعا بتخلي نايم على ظهره وبترفع رجله بترفع مكان الحرق فوق مستوى القلب بالاضافة انك بتغطي الجرح بضماضة بردة او قماشة نظيفة قماشة نظيفة مبلولة مية هتبعد طبعا عن القطن وهقول لك كل ده في الاخطاء الشائعة طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي عن لو الموضوع حرق كبير او مشكلة كبيرة طب لو حرق خفيف كده نعمل ايه؟ اولا بتبرد الحرق عن طريق مية من الحنفية مية فترة من الحنفية لا بنحط تلج ولا بنحط اي حاجة هي مية بردة من الحنفية عادي خالص وبرضو بتعمل نفس الكلام لو في مجوهرات لو في خاتم لو في حزام بتشيله واهم نقطة انك مش هتفرق على الفقاعات او البثور اللي تكونت احنا بنتكلم دلوقتي على حرق من الدرجة الاولى او التانية بردنا الجرح او الكلام ده خلا شلنا المجوهرات في بثور متكونة ما فرقعهاش انا لان كده بقت مصدر عدوى هي مدارية بالبثور او بالفقاعات فما فرقعهاش بالاضافة انك ممكن تدهن مرهم او كريم وبرضو نقطة مهمة اوي لو انت بتدهن بدأ يظهر لطفح جلدي هتوقف فورا لانه ممكن يكون عنده عدوى او ممنوع من استخدام النوع ده من المراهم فانت طبعا لازم يكون تحت اشراف طبيب هو اللي بيقولك تدهن مرهم ايه بالزبط ولو ظهر مشكلة بتشوف البديل عن طريق برضو دكتور طيب كده انا عرفت اعمل ايه لو جرح كبير او جرح صغير ايه بقى الاخطاء الشائعة التحفة اللي احنا بنسمعها من معجون سنان وا 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 هنشوف الاخطاء الشائعة والمشاكل اللي بتسببها دلوقتي اولا وا واول خطأ شائع المعجون او الزبدة الناس اللي بتدهن معجون او الزبدة فوق مستوى الجرح او فوق مكان الحرق اولا الحاجات دي بتقفل مسام الجلد وبالتالي بتمنع الجلد من انه يتنفس فانت بتقفل الاكسوجين عنه وبتزودلي من المضاعفات ثانيا وتاني نقطة ودي مشهورة احنا بنحط تلب على مكان الحرق على طول وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا 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 ليه؟ لان الجلد وصل لدرجة حرارة عالية جدا نتيجة الحرق اللي قدر الله فانت بتجي تخط له حاجة درجة حرارتها منخافضة جدا 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 فانت ممكن تعمل مشكلة وشك في الجسم او عن طريق انك بتعمل موت للخلايا دي فالحل ان احنا بنحط مية جارية مية لا ساعة قوي ولا سخنة قوي مية من الحنفية والنوع الاولاني بتاع المعجون احنا قلنا كده كده بنحط دماضة نظيفة او قماشة بردة ثالث حاجة استخدام القطن فالناس اللي بتعمل القطن مكان الجرح فالقطن فيه فيبرز او شعيرات كده فانت لما بتيجي تعمل بيلزق فيها القطن وتسبب لي مشاكل فالحل نفس حل اللي انا لسا علم شوية دماضة بردة او قماشة نظيفة ثالث نقطة الناس اللي بتلمس الحرق بأيديها وايديها مكشوفة دي مشكلة لان انت مش ضامن ايدك لمست ايه ولو حتى نظيفة فوارد جدا ان هي كلطة شطف اي حاجة فيها عدوة فانت لما تلمس مكان الجرح انت بتدخل العدوة بشكل مباشر فالحل انك تلبس جلافز او كفازات يعني لما تيجي تتعامل مع حالات الحرق خامس نقطة واتكلمت عنها على مدار الحلقة ما تفرقعش البطور او الفقاعات لانك لما بتفرقعها هي محمية بالشكل ده فانت بتكشفها فهي معرضة ان هي طلقت عدوة من الخارج والموضوع يزيد نهاية لو وصلت الحد هنا همتستاش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة واتفعل جرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم كان معاك دكتور رحمد الشامي دكتور علاقة طبيعة خاصة التغذية العلاجية لو استفدت اياه حاجة من الحلقة همتستاش تعمل لها لايك وشير على الواتساب على اليوتيوب على الانستجرام على الفيسبوك من باب سكاته العلم نقله او الدال على الخير كفاعله بس كده سلام عليكم اه ساني تشتباني على الانستجرام ساشتباني على الانستجرام ايبا الوزر ديم هناك اهو تابعني بس خد سلام عليكم